الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد لبرنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا نفسي الطيب المباركة فضيلة الشيخ الدكتورة عزيز بن فرحان الأنزي أهلا وسهلا مكفظ الشيخ حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبيخواني المستمعين وأخواتي المستمعات وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل اللقاء وأن يسددنا في القول إنه خير مسؤول استمعين في كل مكان لا زال حديث الشيخ تزار الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة الحسنى أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فما زلنا مع تأملات إيمانية في أسماء الله تعالى الحسنى وفي صفاته العلا من تأمل كتاب الله عز وجل وجد بأن الله سبحانه وتعالى امتدح أسماءه العظيمة ووصفها بأنها حسنى وقد تكرر وصفها بذلك في كتاب الله عز وجل في مواضع منها يقول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ويقول جل وعلا قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى ويقول جل وعلا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى ويقول جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون والمتأمل في أسماء الله تعالى يجد بأنها بلغت في الحسن الغاية والمنتهى والكمال والحسن هي جمع الأحسن لا جمع الحسن فهي أفعل تفضيل معرف باللام أي لا أحسن منها بوجه من الوجوه بل لها الحسن المطلق والكمال المطلق والتمام المطلق فلله الحمد أولا وآخرا ولذلك أسماء الله جل وعلا بلغت في الحسن المنتهى قال الله جل وعلا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أي الكمال الأعظم في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى ولأجل هذا كانت الأسماء الحسنى هي أحسن الأسماء بل ليس في الأسماء أحسن منها ولا يسد غيرها مسدها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها ولذلك أسماء الله تعالى حسن في ألفاظها وفي معانيها وفي مقتضياتها فهي أحسن الأسماء كما أن صفات الله جل وعلا أكمل الصفات فأسماءه حسن سبحانه وتعالى ولا يخفاكم إخواني وأخواتي أن أسماء الله جل وعلا توقفية ما معنى توقفية أي لا بد من ورودها في كتاب الله وثبوتها في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي مع كونها توقفية دالة على صفات كمال ونعوت جلال الرب سبحانه وتعالى ولذلك هي توقفية تدل على صفات الكمال ونعوت الجلال لله عز وجل فهي حسن باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرد ألفاظها إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن في الواقع حسن ولا كانت دالة على كمال ومدح ولذلك ساغ وقوع الأسماء الدالة على البطش مثلا وعلى الغضب وعلى الانتقام في مقام الأسماء الدالة على الرحمة والإحسان وبالعكس أيضا ولذلك في الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك شديد العقام أو اللهم أعطني فإنك أنت القابض الباصط أو القابض المانع ونحو ذلك من الكلام المتنافر غير المستقيم وأنا أوردت هذا على أن الدعاء لا يسوق بمثل هذه الحالة يقول الإنسان مثلا اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك شديد العقاب ما يستقيم مثل هذا الدعاء وإنما السائر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي إنك أنت الغفور الظحيم وإذا سأل الله عز وجل يقول اللهم أعطني من واسع فضلك فإنك أنت الجواد الكريم لا أن يقول فأنت القابض المانع ولذلك هي ليست حسنة في ألفاظها فقط وإنما في ألفاظها وفي معانيها ولذلك لو دع الإنسان بمثل هذه الأدعية وختمها بما لا يناسب المقام حتى ولو أتى بأسماء الله تعالى الحسنى فإن في هذا التنافر لا يمكن أن يستقيم ولذلك يقولون بأن أعرابيا استمع إلى قارئ يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور الرحيم فقال هذا ليس كلام الله هذا قال ليس كلام الله مع أن الغفور الرحيم من أسماء الله تعالى الحسنى لكن لا يستقيم السياق القرآني فذكر المغفرة والرحمة في حكم القطع لا يستقيم ولما رفع إلى الوالي قيل له كيف تنكر كلام الله قال أنا لا أنكر كلام الله ولكن القارئ قرأ شيئا لا يستقيم فقيل للقارئ اقرأ فلما قرأ علموا بأنه أخطأ لأن الله جل وعلا ختم الآية بماذا بالعزيز الحكيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم يقول بعض العلماء أسماء الرب تبارك وتعالى كلها أسماء مدحن ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها ولو كانت ألفاظا لا معاني لها لم تدل على المدح وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها حسنة كلها قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فهي لم تكن حسنة لمجرد اللفظ بل لدلالتها على أصاف الكمال ومقتضيات هذا الإسم ومعاني هذه الأسماء كلها تدل على هذا المعنى ولما سمع بعض العرب ولما قيل بأن رجلا كان قد خلى في بستان وتمنى أنه لو حصل على امرأة ليقع عليها ثم سمع تاليا يتلو آية من كتاب الله عز وجل فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر أسمائه قام فزعا وتاب إلى الله عز وجل والسبب في ذلك أنه علم بأن هذا الإسم له معنى وهذا المعنى هو أن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه ومن تدبر الأدعية الواردة في كتاب الله عز وجل يجد أنه ما من دعاء إلا ويختم بشيء من أسماء الله تعالى الحسن وانظر فيها كتاب الله عز وجل وتأمل ذلك ولاحظ كيف أن ختم الآية بهذا الإسم أو بهذين الإسمين من أسماء الله تعالى مناسب لهذا الدعاء يعني مثلا يقول الله جل وعلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم فالحظ ارتباط الإسم وتناسبه مع هذا الدعاء الذي طلبه العبد أيضا يقول جل وعلا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ناسب أن يأتي بهذا الإسم وأنت أرحم الراحمين أيضا في قول الله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وهكذا كل من تأمل الأدعية القرآنية وصل إلى هذا الفهم العظيم لهذه الأسماء الحسنى ولذلك يمكن لنا أن نشير إلى يعني خلاصا لما ذكرت أن أسماء الله تعالى دالة على أحسن مسمى وأجل موصوف وهو الله جل وعلا وأن في أسماء الله تعالى الإجلال لله والتعظيم له سبحانه وتعالى والإكبار لعظمته ومجده جل وعلا وتقدس وأن كل اسم من هذه الأسماء ليس اسما جامدا أو أن الحسن فيه ليس في لفظه بل في لفظه ومعناه فهو يدل على معاني وله مقتضيات أمر آخر أن كل اسم يدل على صفة كمال لله سبحانه وتعالى وأيضا أن ليس في أسماء الله تعالى اسم يحتوي على الشر ويدل على النقص فالشر ليس إليه ولا يدخل في أسمائه ولا في صفاته ولا يرحق ذاته شيء من هذه الأمور فلا يضاف الشر إليه لا فعلا ولا وصفا فربنا جل وعلا الشر ليس إليه وأمر آخر أن الله تعالى أمر عباده بدعائه بأسمائه فقال فادعوه بها وهذا لا شك بأنه شامل لدعاء العبادة ولدعاء المسألة كما قررناه في لقاء سابق أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وفي أسمائه وفي صفاته إنه خير مسؤول والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد برك الله فيكم أحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة ثمانية ثمانية رسالة النصية القصيرة ستة ستة ثمانية ثمانية لمشتركي اتصالات هنا فض الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم ستة ستة ثمانية ثمانية يقول هل صحيح أن العبادة في زمن الفتن يعظم أجرها الحمد لله الجواب نعم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عبادة في الهرج كهجرة إلي والمقصود بالهرج الفتنة فإذا قام الإنسان في وقت الفتن بالعبادة لله عز وجل وبالحرص على العبادة على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان كمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأكل الخير فان الشيخ أيضا يقول هل الزواج نصف الدين وما معنى نصف الدين الحمد لله بالنسبة للزواج ورد في حديث أنه شطر دين الإنسان ورد حديث أنه شطر دين الإنسان والمقصود بأن الإنسان إذا تزوج فإنه أتى بنصف دينه والمعنى بأن الزواج إذا عصم الإنسان أو أن الزواج سبب من أسباب عصمة الإنسان لنفسه من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام قال من يضمن لي ما بين لحييه يعني يقصد اللسان وما بين فخذيه يقصد الفرج أضمن له الجن أضمن له الجن فإذا حفظ الإنسان فرجه وذلك بالزواج فإنه قد أتى بنصف دينه ويبقى عليه المحافظة على النصف الآخر وهو ما يتعلق بلسانه ولذلك جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده ما رزقه الله مرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي أما لفظة الزواج نصف الدين فلا يصح بهذا اللفظ لا يصح بهذا اللفظ والشريعة طبعا حثت على الزواج والإسراع أو المسارع في الزواج يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له له وجاء والمقصود بأن من تزوج فقد أعانه الله عز وجل بهذا الزواج على نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني والمقصود إذا جمعنا هذا مع حديث التي تأمر بحفظ الفرج واللسان تبينوا بأنه بهذا يعني يكتمل نصفا أو يأتي بنصف الدين فعليه أن يتق الله بالشطر الآخر ساكا الخير فانسيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات يقول فانسيخ أحد الأشخاص أحد الأشخاص أو يوجد يقول فيديو لأحد الأشخاص يقول عند دخول الدخول للصلاة والإمام راك أنه يكفي أن يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام واستدل يقول ببعض الأدلة فيقول هل هذا القول صحيح؟ الحمد لله يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة ومن أتى والإمام راكع فإنه يسلك المسالك التالي أولا إذا كان يعتقد بأن الإمام سيطيل في الركوع أو يغلب على ظنه بأن الإمام سيطيل في الركوع فإنه يكبر تكبيرته التكبير الأولى تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها والتكبير الثانية التكبير الانتقالية التي ينتقل بها من القيام إلى الركوع وهذه واجبة فالراجح من قول أهل العلم سنة عند جماهير أهل العلم الحالة الثانية إذا اعتقد بأن الإمام سيرفع مثلا إما لكونه أتى في آخر الركوع وإما لعلمه المسبق بأن الإمام لا يطيل في الركوع فإنه يكفيه تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الإحرام فإذا نوى تكبيرة الإحرام دخلت التكبيرة الانتقالية في تكبيرة الإحرام ويجزئه ذلك ولله الحمد والمن زكا الله خير فالسيخ وأحسن الله إليكم فالسيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة نعم يقول فالسيخ كيف تتصرف الزوجة إذا اكتشفت أن زوجها يخونها بالحرام مع العلم أنه تم تنبيه بعد الشان وهل تطلب الطلاق الحمد لله يعني بالنسبة للمرأة إذا اكتشفت بأن زوجها يخونها أو يرتكب المحرم هو في الواقع يخون دينه ويقع في الذنب وليس الخيانة لزوجته فقط حتى يعني نذهب هذا المفهوم أن بعض الناس يعتقد بأنه حينما يزني يخون زوجته فقط هذا كلام غير صحيح هو قد خان الله ورسوله وخان دين الإسلام ووقع في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب والعظيمة من عظائم الآثام ووقع في ذنب عظيم لا يخص الزوجة فقط صحيح أن له خصوصية مع الزوجة باعتبار كونه زوجا لها بالحلال لكن المعنى بأنه وقع في مصيبة وفي خطيئة عظيمة فالمسألة الثانية يجب على الزوجة أن تتثبت ولا يجوز لها أن تبني الحكم على زوجها بمجرد الشك أو بمجرد الغيرة لأنه ثبت أن بعض النساء تتهم زوجها في أشياء في حقيقة لا رصيدة لها من الواقع ولا حقائق لها وإنما هي مجرد غيرة شديدة أو مجرد وهم أو مجرد تخبيب ممن لا يخاف الله فيما يبديه ولا فيما يخفيه فتتثبت من هذا لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وأيضا يقول جل وعلا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا المسألة الأخرى إذا فعلا ثبت لديها بأن زوجها يقع في الحرام فإنها تائضه وتنصحه وتذكره وتخوفه بالله رب العالمين تدعوه إلى التوبة والإنابة والاستغفار والإقلاع عن هذه الخطيئة والذنب فإن استجاف الحمد لله وإن لم يستجب في متضررة لها الحق الكامل في طلب الطلاق ومفارقة الزوج ولها الحق الكامل أيضا في المطالبة بأن يعوضها الزوج للضرر الذي لحقها في فراشها وفي نفسيتها لها الحق الكامل فإذا اكتفت برفع الضرر بمفارقته لها ذلك لكن إن طلبت الزيادة وأثبتت هذا فلا على الحق والقاضي ينصفها بإذن الله سأكل الله خير في نصيخ معنا أخو عمر تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخو عمر تفضل يوم عنده سؤالين إن شاء الله أول بالنسبة للشيء الظاهر على أي أن كان رجل يمرأة شيء بضاع أي شيء إذا كان الظاهر هذا بأن هذا الشيء صحيح لا ريبة فيه هل يجوز للإنسان أن يتعمل في ذلك الشيء يبحث عنه ويشوف في ذلك لو تعيد السؤال بشكل أوضح أخو عمر إذا كان إذا ما أقول المعنى عليكم بالظاهر يعني في أي شيء في الحياة يعني على إنسان يمرأة رجل بضاع نعم أي سرعة نعم هل يجوز للإنسان يتعمق في ذلك ويشوف أنه هذا الشيء يعني إذا كان صحيح يعني لا ريبة فيه هل يجوز للإنسان يتعمق في الشيء هذا ويسأل عنه يشوف في ذلك واضح السؤال يعني تقريبا السؤال سؤال عام يعني سؤال لك سؤال الثاني بالنسبة لرجل المراع يعني لدانة الزوجاء فهل يجوز مثلا لهم أن يحدد قطرة الزواج بينهم يعني ممكن يكون يحدد سنتين أو ثلاثة أو أربعة هل يجوز ذلك واضح السؤال واضح إن شاء الله إذا كان لخير شكرا هيا كلا نفض الشيخ سؤال لخمر بالنسبة لي يقول للأمور الظاهرة للإنسان مثلا فض الشيخ كما ذكر إذا رأى شيء ظاهر في الإنسان وهل يبني حكمه على هذا الشخص بالأمور التي تظهر منه أو أنه يسأل ويتعمق ويتحرى يعني يبحث في الأمر الحمد لله يعني بالنسبة لهذا السؤال مثل ما ذكرت السؤال عام وهو أن الإنسان إذا أراد أو بلغه خبر أو رأى شيء فإن الواجب عليه إذا كان هذا الشيء مما يضر بهذا الشخص أن لا يبني الحكم إلا بعد التثبت لأن الله تعالى قال وإن ظن لا يغني من الحق شيئا فالظن ضعيف في مقابل الحق الذي هو اليقين وأيضا يقول جل وعلي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قراءة سبعية فتثبتوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولذلك إذا بلغه كلام أو رأى فعل معين وهذا أمر ليس إيجابي وإنما سلبي فإنه لا يجوز له أن يبني الحكم لأن السمع قد يخطئ والبصر قد يخطئ والظن قد يخطئ ولذلك يتثبت وهذا أمر الله سبحانه وتعالى أما إذا كان أمرا إيجابيا فالحمد لله ليس بحاجة أن يتثبت أو أنه يعني لأن هذا الأصل في الإنسان السلام الأصل في الإنسان السلام نعم سأكل الله خير فرصيخ وأحسن الله إليكم أيضا يقول شخص يريد الزواج من امرأة هل يجوز لهما أن يحدد فترة الزواج بسنتين أو ثلاث الحمد لله الجواب نعم على ما يتفقان يعني إن هذا المسألة راجع إلى رضاء الزوجي فإذا تقدم رجل لخطبة امرأة و وافقت على ذلك فيجوز له أن يخبرها بأنه سيعقد عليها عقد النكاح بعد سنة بعد سنتين لا يحدد فترة الزواج بسيخ يعني تزوجها لمدة سنتين ثم يطلقها فترة الزواج هذا محرم ولا يجوز هذا محرم ولا يجوز فإذا قال رجل امرأة أنا سأتزوجك لمدة سنة أو سنتين هذا يسمى الزواج المؤقت هو محرم في الشريعة وأبطله النبي عليه الصلاة والسلام لأن الأصل في الزواج أنه قائم على الديمومة والاستمرار ينهيه وأما أنه في بداية العقد يتفقان على أن يتزوجها مدة معينة حتى لو قال مدة عشر سنوات مثلا فقط هذا حرام ولا يجوز الزواج المؤقت محرم وباطل زاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم نذكروا مستمعين الأكارم برقامة التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركية صلات هنا فضل الشيخ يقول أعمل في شركة التوصيل وأغلب الأوقات على الطريق أحيانا فضل الشيخ يقول تذهب عليه بعد الصلوات هل يجوز نجمع الصلاة وكيف طريقة الجمع يقول مثلا نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيقول كيف أجمع وما الفروض التي تجمع وما وقت الجمع الحمد لله سؤال الأخ يعني غير واضح هل هو يشتغل بالتوصيل بين المدن أم يشتغل بالتوصيل داخل المدينة فإذا كان يعني عمله التوصيل بين المدن فيصدق عليه أن يكون مسافرا فمثلا يعني يوصل مثلا البضائع من الشارق إلى أبو ظبي هذا سفر ولذلك أقول له بأنه يجمع ويقصر إذا سافر بمعنى ترك البلد الذي هو يسكن فيه ويقطنه متجه إلى البلد الذي يريد أن يوصل إليه البضاعة فإنه في الطريق يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين قصرا وجمعا والمغرب والعشة يجمعهم ويصلي المغرب ثلاث ركعات لأنه ما تقصر والعشة ركعتين أما إذا كان الأخ السائل يقصد التوصيل داخل المدينة الواحدة فإنه لا يصدق عليه أن يقال بأنه مسافر فهو مقيم ويجب عليه أولا أن يصلي كل صلاة في وقتها الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشة في وقتها والفجر في وقتها فإذا قال والله أنا يصعب علي أنني أصلي كل صلاة في وقتها ويشق علي ذلك وربما تترتب علي غرامات أو تترتب علي عقوبات فيمكن أن يجمع الجمع الصوري طيب ما هو الجمع الصوري أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها قبل خروج وقتها وأن يقدم الثاني إلى أول وقته وأضرب مثال يؤخر صلاة الظهر إلى قبل أذان العصر بعشر دقائق أفترض فرضا بأن أذان العصر يؤذن ثلاثة ونصف هو يؤخر صلاة الظهر إلى الساعة الثالثة وعشرين دقيق فيصلي الظهر ثلاثة وعشرين دقيق فإذا أذن المؤذن قام وصلى العصر مع الأذان أو بعد الأذان ويكون بهذا قد جمع بين الصلاةين جمعا صوريا وليس حقيقيا فيجعل الأولى يصليها في آخر وقتها والثانية في أول وقته كذلك المغرب والعشاء يؤخر المغرب إلى قبل أذان العشاء بعشر دقائق فيصليها حتى إذا دخل عليه وقت أذان العشاء قام وصلى العشاء أربع ركعات هذا مدام إذا افترضنا أنه يعمل بالتوصيل داخل المدينة الواحد والله أعلم أزاك الله خير فالشيخ معنا هذه المكلمات خسعيد تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة كلا خسعيد تفضل أزاك الله خير عندي سؤال تفضل إذا كنت سافر ولما صلي صلاة المغرب ودخلت المسجد على صلاة العشاء كيف أصلي صلاة المغرب مع الإمام صلاة صلاة العشاء نعم كيف أصلاك إن شاء الله أزاك الله خير خسعيد أبو محمد فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل محمد وإياك الله يحفظ كبير سؤالي لفضيلة الشيخ الرضاع يعني بخوة بالرضاعة يعني وحدة رضاعة مثلا بنت أو ابن السيدة ثاني هل الأخوة بالرضاعة تجمعهم جميعا بناء السيدتين أو المرأتين أو كيف يعني هلكم يشاعر في هذا الشيخ إن شاء الله إزاك الله خير ومحمد الله يحفظك تسمع إن شاء الله الرد أخوة أحمد فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إياك الله أخوة أحمد فضل الله يبرك فيك طويل عمر أنا حاليا قاعد أو ساكن في خرفكان وعندي بيت في خرفكان نعم وعندي كذلك بيت ثاني في مدينة الشارج إذا أنا طلعت صليت المغرب في آآ خرفكان وعزمت النية على أساس أني بسير آآ الشارج في هذا الحال أقدر آآ أجمع العشة آآ مع المغرب في بيت ولا تريلين ما أوصل للشارج أو أوصل للعشة هناك نحن تقصد تجمع في خرفكان نعم في خرفكان قبل لا أطلع من واضح إن شاء الله زاك الله خير أخوة أحمد شكرا شكرا جديد الله يحفظ كبارك أيها كلا نيفض شيخ سؤال لغة السيدة يقول بالنسبة للمسافر إذا لم يصلي المغرب ودخل المسجد في صلاة العشاء الإمام يصلي العشاء يقول كيف أصلي المغرب مع إمام يصلي العشاء الحمد لله تكرر هذا السؤال كثيرا وأيضا تكرر الجواب عليه كثيرا وذكرنا كلام أهل العلم فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه يصلي الحاضرة ثم إذا انتهى من صلاة العشاء قام وأتى بالفاعتة يعني يصلي المغرب بعد العشاء هذا القول الأول القول الثاني قالوا بأنه يصلي العشاء مع الإمام فتكون له سنة ثم يقوم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء بعد ذلك القول الثالث قالوا بأنه يصلي معهم العشاء بنية المغرب حتى إذا جلس الإمام حتى إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة جلس المأموم في الركعة الثالثة لماذا؟ لأن هذه هي حالة وهيئة وصورة صلاة المغرب وبعد ذلك يقوم إذا سلم الإمام يسلم معه يسلم معه بعدما ينتهي الإمام من الركعة الرابعة وبعض العلماء يقولون إذا صلى وأوجز في التحيات يعني أتى بها كاملة وسلم وقام ودخل مع الإمام في الركعة الرابعة على أنها الركعة الأولى لصلاة العشاء يكون أفضل له حتى يدرك الجماعة وهذا القول الثالث هو الراجح وهو الذي أنا ذكرته مرارا وقلت بأن هذا هو الأقرب إلى الصواب وإقرب إلى الدليل ولله الحمد والمن ذلك الأخير فاصيخ محمد يقول بالنسبة للخوة بالرضاعة كيف تنتقل إذا امرأة رضعت الطفل كيف تنتقل الرضاعة هل يصبح جميع أبناء هذه المرأة التي رضعت أخوة له الحمد لله صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هذا الحديث قاعدة في هذا الباب باب الرضاعة أو كتاب الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ما معنى هذا الكلام؟ يعني الولد الذي رضع سواء كان ذكرا أو أنثى الولد يطلق على الذكرا أو أنثى إذا رضع الرضاع المحرم وهي خمس رضاعات مشبعات في الحولين فإنه ينزل منزلة الولد النسبي الصلبي ينزل منزلة الولد النسبي الصلبي فمدام توفرت الشروط أصبح ولداً لهذه المرأة وأصبح أخاً لجميع أولاد هذه المرأة سواء الأحياء أو الأموات الصغار أو الكبار الذي رضع قبله الذي رضع معه الذي رضع بعده هذه القاعدة أخوان أولاد هذه المرأة أخوان له زوج هذه المرأة أب له أخوات المرأة خالات له أخوان المرأة أخوان له أعمام الرجل أخوان الرجل أعمام لهم من الرضاع وهكاً فهذا الحديث يمثل قاعدة مهمة أن الولد الرضيع ينزل منزلة الولد النسبي ما إن استكمل شروط رضاع المحرم سأكى الله خير أخوان الشيخ وأحسن الله إليكم الأخ أحمد يقول أنه يسكن في خرفكان وعنده بيت في الشارقة فيقول إذا صلى المغرب في خرفكان ونيته أن يسافر إلى الشارقة هل يجوز له أن يجمع العشاء مع المغرب وهو لا زال في خرفكان الحمد لله الجواب لا لا يجوز له أن يجمع العشاء مع المغرب ولم يشرع في السفر وإنما نوى السفر فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سافر إلى الحج صلى الظهر في المدينة وثم سافر بعد ذلك وصلى العصر في ذي الحليفة المسمى الآن بأبيار علي صلىها هناك ركعتين فدل هذا على أن المسافر إذا نوى السفر ما يجمع في محل إقامته وفي بيته وإنما يترخص برخص السفر إذا شرع في السفر جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم نذكروا مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ بالنسبة يقول لرؤى والمنامات يقول إذا رأيت شيء أزعجني ويقول لني متضايق جدا من هذه الرؤية فيقول كيف أتصرف وهل يقول ورد أنه أصلي ركعتين أتوضأ وأصلي ركعتين الحمد لله بالنسبة للرؤى والأحلام على قسمين رؤى من الله وأحلام من الشيطان فإذا رأى الإنسان ما يحزنه في المنام ويفزعه من الأحلام فإنه يسلك المسلك الشرعي في التعامل معه فيعمل التالي أولا يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم إذا استيقظ يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الثاني أن يدفل عن يساره ثلاث مرات أن يدفل عن يساره ثلاث مرات الثالث أن يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤية اللهم أن يعوذ بك من شر هذه الرؤية الرابع أن يغير جهة نومه ينقلب يعني فإذا كان على الجنب الأيسر انقلب إلى الأيمن إذا كان مستلقيا على ظهره انتقل إلى الأيمن الخامس أن يتوضى السالس أن يصلي ركعتين خاصة إذا كانت رؤية شديدة على نفسه وبهذا يجد راحة وطمأنينة ويذهب الله عز وجل عنه أثرا هذه الرؤية التي رآها وأحدثت شيء في نفسه فتذهب عنه بإذن الله تعالى سأكل أخير فنصيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية الغصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل على المريض أن يصلي ويحضر صلاة الجمعة الحمد لله الجواب نعم إذا كان المرض خفيفا إذا كان المرض خفيفا كصداع أو حم يسير مثلا أو ألم في الأصبع أو ألم في الضرس مثلا أما إذا كان الألم شديد الألم شديدا يعني يجعله لا يستطيع الذهاب فهذا معذور ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وهذا يشمل كل صلاة من سمع الندى الندى لكل صلاة إلا من عذر فإذا كان معذورا بحيث أن المرض يشق عليه أو يتوقع أنه إذا ذهب سيتضاعف الألم والوجع والمرض فأنه يصلي في بيته ولله الحمد والمنه سأكل خير فنص شيخ وأحسن الله إليكم أيضا يقول محكم قول يقول شاءت الأقدار الحمد لله هذه اللفظة غلط أن يقول الإنسان شاءت الأقدار أو شاءت إرادة الله هذا غلط لماذا؟ لأن الأقدار ليس لها مشية وإرادة الله ليس لها مشية بل إرادة الله أحيانا تفسر بالمشية وهذا يكون من تفسير الشيء بالشيء وإنما المشروع أن يقول قدر الله شاء الله أراد الله وللأسف هذه العبارة انتشرت على ألسنة الكثير لا سيما يعني بعض من يستمع إليهم الناس والذين لهم حضور مثلا على المنابر أو في الإعلام يقولك شاءت إرادة الله مثلا هذا غلط ولذلك يجب تصحيح هذه المسألة والصحيح أن يقول شاء الله قدر الله أراد الله نعم أيضا فالسيخ الباضي يقول لو إرادة السماء أو شيء من هذا القبيل هذه لفظة مبهمة أرادة السماء مبهمة فإذا قصد أراد من في السماء يعني أراد بكلامي هذا يعني أراد من في السماء يقصد الله عز وجل فهذه لا بأس بها لأن الله عز وجل في السماء قال جل وعلا أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء فالله جل وعلا أقيدة أهل الإسلام أنه مستو على عرشه بائن من خلقي فوق سماواته وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره فلو قصد أرادة السماء يعني رب السماء أو من في السماء ما تكون العبارة يعني فيها شيء أما إذا كان المقصود أرادة السماء حيث أن السماء هي التي أرادت وفعلت وعملت هذا والعياذ بالله كلام خطير جدا فهنا نسب الخلق إلى السماء نسب الخلق إلى مخلوق وهذا أمر محرم وشرك بالله عز وجل يبقى قضية استعمال هذه اللفظة بالمعنى الأول أرادت السماء يعني أراد رب السماء أو أراد من في السماء هذه معلها يعني أهل العلم ولا السلب الصلاة لماذا؟ لأن لفظة مبهمة وموهمة ومحتملة لأكثر من معنى والقاعدة الشرعية أن الكلام إذا احتمل أكثر من معنى مع وجود المعنى الظاهر الذي يعني ليس فيه صعوبة لأن نطق به والحديث به فأن تترك مثل هذه الألفاظ المبهمة الموهمة الألفاظ المشكلة أيضا لتحتمل معنى الصيحة ومعنى باطن فما أحتاج أني أنا أقول أرادة السماء أقول أراد رب السماء والأرض أراد الله عز وجل شاء الله عز وجل فهذه الألفاظ تترك ويحذر منها شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم الحوق على خاصة يقول بالمخلوق معناه أنه لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة له على ذلك لا بمعونة الله وقدرته الحمد لله بالنسبة لهذه الجملة جملة صحيحة يعني سأفعل هذا بحول الله بقوة الله بإرادة الله هذا كله معناه صحيحة وأما لفظة الحوق على لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول من حال إلى حال والمعنى واحد فأنت كأنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لما تقول سأفعل هذا بحول الله يعني ليس لي حيلة وليس لي قدرة ولا قوة إلا بمنح الله عز وجل لذلك فالمعنى واحد بارك الله فيك ذلك الخير فنصيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر غسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات يقول معكم أو تسأل تقول معكم سفر المرأة من غير محرم إلى العمرة وهل عمرتها صحيحة؟ الحمد لله أولا بالنسبة للعمرة الصحيحة لو سافرت المرأة من غير محرم فإن العمرة صحيحة لأن المحرم ليس من شروط صحة العمرة وليس من أركان العمرة هذا الأمر الأول يبقى الأمر الثاني وهو هل سفرها من دون محرم؟ تأثم عليه أم لا؟ قولان لأهل العلم القول الأول من ذهب إلى وجوب المحرم بالنسبة للمرأة في السفر سواء كان سفر عبادة أو سفر عادة يقولون فإن عمرتها صحيحة مع الإثم ما هو الإثم؟ سفرها من دون محرم القول الثاني الذين ذهبوا إلى أنه يجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة مأمونة ومع أمن الطريق قالوا فإن لا تأثن في مثل هذه الحالة والراجح هو القول الأول على أن المرأة لا تسافر إلى العمرة ولا إلى الحج إلا بمحرم ذلك الأخير فنصيخ وأحسن الله إليكم يسأل يقول ما حكم الزوجة التي تحرض أبنائها أولادها على سب أبيهم وضربه وأذيته الحمد لله هذه المرأة أنا ما أدري هل يتصور وجودها مثلا فإذا كانت موجودة فهذه امرأة والعياذ بالله بلغت من القبح والسوء الغاية نسأل الله العافية والسلامة فالمرأة التي تحرض أولادها على سب أبيهم وعلى ضربه وإيذائه لا شك بأنها امرأة إما أن تكون فاقدة لعقلها وهذه تعرض على المستشفى وتعرض على الطبيب ويحجر عليها لأن هذا التصرف لا يمكن أن يصر من امرأة عاقلة حتى ولو لم تكن يعني مؤمنة ولم تكن لديها مخافة الله عز وجل فإن هذا لا يمكن أن يصر من امرأة تملك عقلها أما إذا كانت نعم ليس عندها مشكلة عقلية ولا نفسية فإن هذه والعياذ بالله من شرار النساء ومن شرار الخلق لأنها تدعو أولادها إلى قطيعة الرحم وإلى إيذاء والدهم إيذاء أبيهم والإضرار به فإن هذه المرأة لا يجوز لها ويحرم عليها أن تأمر أولادها بإيذاء حيوان من الحيوانات كالقطة مثلا أو الحمار أو الجمل فكيف تأمرهم بمن أوجب الله بره وصلته والقيام عليه قل جل وعلا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل جل وعلا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أكبر الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه يسب أمه فإذا كان سب الآخرين يقود إلى سب الوالدين فإن هذا من الكبائر ولذلك هذه المرأة مرتكبة لخطيئة ولذنب وإذا كان بينها وبين زوجها مشاكل فإنه يحرم عليها أن تقحم أولادها في مشاكلها مع زوجها ويحرم عليها أن تحرض أولادها على إذاء والدهم وعلى الوالد أن يتخذ الإجراء الشرعي والنظامي والقانوني إذا استمر الأولاد في ذلك خشة أن يؤذوه إذا أن يوصله إلى الموت أن يتخذ الإجراء القانوني وذلك بالاتصال بالجهاد ذات الإختصاص الجهاد الأمنية حتى يحمونه من هذه الأيدي الظالمة الجائرة الأيدي المعتدية وأن يأخذوا على يد هذه المرأة وعلى يد أولادها وأن أدعو هؤلاء الأولاد إلى التوبة إلى الله وعدم الأنصياع إلى كلام أمهم ولا يجوز لهم أن يطيعوها في معصية الله فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وما يقومون به معصية كبيرة وذنب عظيم والجزاء معجل في الدنيا قبل يوم القيامة وسينالون العقوبة من الله عز وجل في الدنيا قبل يوم القيامة إذا كانوا بالغين وكانوا يعني يملكون عقولهم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخله في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم وهذا من البغي والعدوان أسأل الله السلامة والعافية إذا كالخير شيخ وأحسن الله إليكم يقول هل لعب النرد خاصة يقول حاليا أن لعب إلكترونية هل تأخذ نفس الحكم الحمد لله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه وهذا يدلنا على قبح اللعب بالنردشير ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه والنرد لا شك بأنه محرم النرد لا شك بأنه محرم وهذا محل إجماع عند أهل العلم ذهبوا إلى حرمة النرد ويقول بعض العلماء بأن الله تعالى لما حرم الميسر حرمها لما فيها من المفاسد والمخاطر وعلى هذا فالله جل وعلا إنما حرم النرد لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه أيضا من المفاسد وما يتضمنه من الأمور التي تصرف الإنسان عن كثير من من ما شرع الله عز وجل ومما أوجب لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فقرن الميسر بالأنصاب والأزلام والخمر وأخبرت جل وعلا بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان فلذلك النرد شير محرم حتى لو كان بغير نقود مثلا أو كان عن طريق الألعاب الألكترونية فهذه تترك وأنا أنصح السائل أن يعني إذا كان لديه فراغ أن يلعب الألعاب النافعة المفيدة التي تضيف إليه إضافات يعني تنمي العقل تنمي الإدراك تضيف إليه أشياء يستفيد منها وينتفع بها أما هذه لا خيرة فيها شكرا الله خير فانسيخ معنا هذه المكالمة نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي الكريم من معنى؟ محمد حياك الله أخي محمد الله يحفظك تفضل لو على عجالة الوقت ضيق إن شاء الله شيخ بعد الدفن الميت نعم وحنا ندي الميت حال بعد يجوز ندي أموات يعني أموات من جميعا إن شاء الله زاك الله خير أخي محمد فالشيخ سؤال أخي محمد يقول بعد الدفن هل يقول ندعو ويجوز ندعو لي جميع المسلمين أموات المسلمين؟ الحمد للجوب نعم نعم بل قد يتأكد لأن في هذا أجر وثواب اللهم اغفر لي والدي لجدي اللهم اغفر لي جميع المسلمين والمسلمات فيعم جميع المسلمين والمسلمات ويكون لك الأجر لأن الله تعالى يوكل ملك يقول ولك بالمثل بارك الله فيكم أحسن الله إليكم إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهات حلقة اليوم نشكر في نهاة هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان اللعنزي نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن يتواصلكم معنا لتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تفيدة الأرسال عبد الرحمن الهاموك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته